موسيقى مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية خلال جلسة عمومية اليوم الجمعة صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تقرير كوثر التجاري صدق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته وحضي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشاراً مقابل معارضة 18 آخرين فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين وهكذا همت أبرز التعديلات التي تم قبولها تطبيق رسم الاستيراد بنسبة مواحدة في 2.5% على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكرية وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الجمعة عن تسجيل حالتي وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فيما بلغ عدد المتعافين 172 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية الوزارة أبرزت في النشرة اليومية لحصيلة كوفيد-19 أن أزيد من مليون و751 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقاحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 22 مليون و700 ألف شخص بالرباط الدكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان شكل محور ندوة نظمها اليوم الجمعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهدف مناقشة المبادرات الدولية في تنظيم هذا المجال على المستوى الحقوقي والمعايير والمبادئ التوجهية واللوائح والمبادئ المنظمة لأجواء الندوة يقودنا تقرير كوثر التجاري شكل دكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان محور ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمناقشة المبادرات الدولية في تنظيم هذا المجال على المستوى الحقوقي والمعايير والمبادئ التوجهية واللوائح والمبادئ المنظمة نحن اليوم المجلس الوطني يقوم بعد تنظيم عدد من التشاورات على المستوى المهني على المستوى الوطني نصل اليوم إلى هذا التشاور الدولي لنتمكن من أن نقل التفاعل مع ما يجري دوليا في مؤسسات أخرى وفي مؤسسات وطنية ومؤسسات دولية بهذا الخصوص هناك انشغال حقيقي للفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتأثيرات السلبية للدكاء الاصطناع على ما يمكن أن يمس بحقوق الإنسان وبالنظر إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الدكاء الاصطناعي لتيسير الاستفادة من الحقوق والحرية من جهة والمخاطر التي يشكلها استخدامه على بعض الحقوق والحرية من جهة أخرى يسعى المجلس إلى اقتراح سبل لتحقيق عدة أهداف تتمثل على الخصوص في تطوير الدكاء الاصطناعي بما يتماشى مع النهج البناء لحقوق الإنسان وقيم المجتمع الديمقراطية بالدار البيضة احتفت الطائفة اليهودية بالعيد اليهودية التقليدي حنوكا أو عيد الشموع الذي يستمر لثمانية أيام الحفل الذي قيم في جو من الوئام بكنيسه نيفي شالوم تميز بإضاءة الشمعة الرابعة من شمعدان المينورا وهو من أبرز الطقوس التي تميز هذه الاحتفالات صفية عثمان احتفت الطائفة اليهودية بالدار البيضاء بالعيد اليهودي التقليدي حنوكا أو عيد الشموع الذي يستمر لثمانية أيام وتميز هذا الحفل الذي أقيم في جو من الوئام بكنيس نيفي شالوم بمبادرة من جمعية مغاربة بصيغة الجمعة بإضاءة الشمعة الرابعة من شمعدان المينورا وهو من أبرز الطقوس التي تميز هذه الاحتفالات عيد حنوكا سيسمى عيد الأضواء ونفنو سيد البيض سبحانه وتعالى إذوي بالرحمة ديالو القلوب والشعوب وتميز هذا الحفل بحضور ديبلوماسينا وفناننا وكتابنا وممثلي المجتمع المدني وأفراد من الجالية المغربية من جميع الأديان المختلفة الذين جاءوا لمشاركة هذه اللحظة من الفرح والتعبد ولم الشمل الفكرة هي إعادة تملك تاريخنا وتعريف الأجيال الجديدة بثراء وتنوع ثقافتنا وحضارتنا وإظهار العالم أننا في المغرب تمكننا من الحفاظ على هذه القيم وفي إطار هذه الاحتفالات تم تنظيم معرض فني لحنوكيات يضم شموعا وأخصان زيتون وشماعد ذات ثمانية فروع تم إنجازها من طرف أطفال وستكون موضوعا مسابقة احتضنت المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط حفل إطلاق لقاءات سينمائية خميس السينما والتي ستعقد بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس إعطاء انطلاقة هذه اللقاءات تم بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والسينمائي لجامعة محمد الخامس تفاصيل أكثر في تقرير وليد حميدي علوي بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والسينمائي لجامعة محمد الخامس والمنظم في إطار شراكة مع مركز سيجي الماسة للدراسات والأبحاث السمعية البصرية احتضنت المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن حفل إطلاق اللقاءات السينمائية خميس السينما والتي ستعقد بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس هذه الانطلاقات جاءت في إطار عرض الفيلم الوثائقي موكلي في جبل الأطلس وهو من بين الأفلام التي حصلت على شهادة البلاتينيوم على المستوى العالم العربي ومن بين الأفلام التي تخدم بطريقة شاعرية فيها عمق فلسفي ويهدف هذا المشروع إلى تكوين الكفاءات الطلابية في إطار ورشات سمعية بصرية وذلك بهدف جعل الطالب المهتم بالحقل السينمائي في قلب الحدث السينمائي وكذا إطلاع الطلبة بجديد السينما الوطنية والعالمية ستكون هذه الفرصة من أجل ترسيخ تقافة الانتماء للجامعة والاهتمام بالجانب التقافي والجمعوي عبر الاندية المتعددة في كل مؤسسات جامعة محمد الخامس هذا وعرف حفل إطلاق هذه المبادرة عرض الفيلم الوثائقي ماوكلي في جبال الأطلس من إنتاج الجزيرة الوثائقية وقد فاز هذا الفيلم بأحدى جوائز بلاتينيوم لسنة 2021 والتي تخصصها قناة الجزيرة الوثائقية لأفضل أفلامها المحققة لنسب مشاهدة عالية إن في التلفاز أو على قناتها على اليوتيوب بالعاصمة الاقتصادية جرى افتتاح معرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة في دورته السابعة فعاليات هذا المعرض تتواصل حتى السابع من شهر دجنبر الجاري عودة مع وليد حميدي علوي جرى بالعاصمة الاقتصادية افتتاح معرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة في دورته السابعة والذي أنظم حتى السابع من شهر دجنبر الجاري ويحتفي هذا المعرض الذي يلتأم تحت شعار كتاب الطفل وتعدد الروافد الثقافية يحتفي بالكتاب وجمهوره وذلك بعد انقطاع نتج عن الظروف الاحترازية التي فرضتها الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 هذا المعرض مهم جدا لأن الأطفال الذين يأتيون في الدار البيضاء والذين كل يوم يأتيون من الجهات الخراب مثل المحمدية مثل التماريز الدار البيضاء يأتيون كتاب جديدة ويطلقون مع كتاب مغاربة ويتذكرون معهم وهذا هو الهدف ديال الأول وحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة تحجيز لفائدة الأطفال مواعيد مهمة مع فقارات ثقافية متنوعة وهو ما من شأنه أن يشكل مصدر إلهام يحقق به الأطفال لذة المعرفة ومتعة الاستكشاف وسحر الفرجة الشيء الذي يجعل من دور المعرض وبرنامجه الثقافي دورا محوريا وبناء في دبي بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما وقعت الإمارات وفرنسا اليوم الجمعة اتفاقيات تعاون تهم الجوانب الاقتصادية والعسكرية توقيع الاتفاقيات حضره الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون الذي يقود يقوم بجولة خليجية ستقوده أيضا إلى كل من قطر والسعودية تفاصيل أكثر في تقرير بدرزيو ضمن جولته الخليجية الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون يحط رحاله بالإمارات العربية المتحدة علاقات البلدين كانت على جدول لقائه بالشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي في مجملها وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين شركتي مصدر الإماراتية وإنجي الفرنسية تتعلق بإقامة تحالف استراتيجي بينهما إضافة إلى اتفاقية شراء الإمارات لطائرات ومنتجات وخدمات عسكرية فرنسية وأخرى تتعلق بتزويد الإمارات بطائرات الرافال وكان الشيخ محمد بن زايد النهيان والرئيس الفرنسي قد أجريا قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات مباحثات همت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعتبر زيارة الرئيس ماكرون للإمارات المحطة الأولى لجولة له بالمنطقة تقوده أيضا إلى كل من قطر والمملكة العربية السعودية قال رئيس شركة بيونتيك الألماني أغور شاهين إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون شاهين أضاف أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات مها الصالح عادت تقريرا حول الموضوع قال رئيس شركة بيونتيك الألمانية إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون وأضاف شاهين أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات وأن هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة الأشخاص المطعمين وأشار رئيس شركة بيونتيك إلى أن التحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلوانزا الموسمية في محاولة لتهدئة خلاف ديبلوماسي فجرته تصريحات أدلا بها أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه موضحا أنه قرر تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية تقارير ما الصالح؟ استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم قائلا أنه قرر تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وذلك في محاولة لتهدئة خلاف ديبلوماسي فجرته تصريحات أدلا بها مسبقا وقال قرداحي أنه استقال قبل زيارة الرئيس الفرنسي مانويل مكرون للرياض على أمل أن يساعد خلال الزيارة في تخفيف حدة الأزمة التي أشعلتها تصريحات الموديع اللبناني وأشار قرداحي إلى أن استقالته تهدف أيضا إلى منع أي إجراءات عقابية ضد مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج عين الحزب الحاكم في النمسا وزير الداخلية كارل نيهامر زعيما للمحافظين ولقيادة البلاد بعد استقالة المستشاري سابق سباستيان كورتز المفاجأة من منصب زعيم الحزب والتي هزت الأوسط السياسية بدرزي وتفاصيل كارل نيهامر يعين مستشارا جديدا للنمسا وزير الداخلية في الحكومة السابقة عين أيضا زعيما للمحافظين ولقيادة البلاد بعد استقالة المستشار السابق سباستيان كورتز وسيتعين حاليا على الرئيس النمساوي قبول تعيين نيهامر وتنصيبه وهو أمر يندرج في إطار الرسميات فقط عمل نيهامر المولود في فيينا عام 1972 في الجيش لعدة سنوات قبل أن يصبح مستشار اتصالات وتولى مقعدا في البرلمان عام 2017 ومن ثم حقيبة الداخلية في يناير 2020 إلى جانب نيهامر سمى الحزب أيضا شخصيات جديدة لتولي عدة مناصب أخرى وكان سباستيان كورتز المستشار السابق قد أعلن تركه السياسة بعد شهرين فقط من استقالته من منصبه الاستقالة أسدلت الستار على مسيرته المهنية إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخبا في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن عمر ناهز واحدا وثلاثين عاما توفي ليلة الخميس الجمعة بدكار لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى عن عمر يناهز ثمانية وثمانين عاما بحسب ما أعلنت أعائلته وكان لامين دياك بالإضافة إلى كونه شخصية ريادية سينيغالية قد تولى مسؤولية سياسية من بينها كاتب دولة في الشباب والرياضة ثم عمدة دكار من العام تمانية وسبعين تسعمائة وألف إلى العام تمانين تسعمائة وألف نزيد من التفاصيل في تقرير بدرزي ارتبط اسمه بألعاب القوى لمدة طويلة من حياته السينيغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى وافته المنية عن عمر ثمانية وثمانين عاما فقد بزغ نجمه كأحد أفضل الرياضيين السينيغاليين في الوثب الطويل قبل استقلال بلادها وأصبح بطلا لفرنسا في العام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين وكان دياك عضوا في اللجنة الأولمبية السينيغالية منذ عام الف وتسعمائة وأربعة وسبعين وأصبح رئيسا لها في الف وتسعمائة وخمسة وثمانين وهو المنصب الذي شغله حتى عام الفين واثنين وتم انتخاب لامين دياك رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع استثنائي للاتحاد في دجمبر الف وتسعمائة وتسعة وتسعين ثم أعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى في الرابع والعشرين من غش الفين وأحد عشر لمدة أربع سنوات في المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد وحكم عليه بالسجن أربع سنوات إثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد من ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في فرنسا منذ نوامبر الفين وخمسة عشر خلف دياك إذن إرثا مليئا بالإنجازات ممزوج بتاريخ ملطخ بالفضائح ختام نشرتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغربي والعالم تجدونها على مشاهدين على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر